10 علامات أكيدة على أنك تعاني من أزمة هوية من هو هدفي؟ ماذا أفعل هنا؟ هذه أسئلة صعبة ولكنها ضرورية لأنها تساعدنا على تحديد هويتنا وكيف نقرر التنقل في الحياة؟ يحدث الجزء الأكبر من عملية التعرف على هويتنا في خلال سنوات مراهقة فهي فترة تكوينية يفكر أثناءها الكثير من الناس بجدية حيال هويتهم ويصلون إلى قرارات قوية بما يكفي لإرشادهم إلى مرحلة الرجد ولكن ما الذي يحدث إذا لم تفكر أبداً بمن تريد أن تكون في سنوات مراهقتك؟ أو إذا حاولت ولكن لم تترك من التعامل مع هذه المسألة؟ لا تيأس يعاني كل شخص من أزمة هوية في مرحلة أو أخرى وستساعدك العلامات العشرة التالية على معرفة ما إذا كنت تعاني من أزمة هوية حالياً سنقدم لك أيضاً بعض النصائح حول كيفية التعامل معها ولكن قبل المضي قدماً في هذا الفيديو تأكد من النقر على زر الاشتراك وتشغيل الإشعارات ستصبح الآن أحد أوائل المطلعين على فيديوهاتنا العثور على مشاري وظيفي هو من أصعب القرارات لجميع البشر إذا كنت تتعامل مع أزمة هوية فقد تقوم بعمل لا تكترث له ربما تميل إلى التنقل من وظيفة لأخرى لأنك تشعر بعدم الرضا في كل مكان عمل أو ربما لم تفكر أبداً في مهنتك واتبعت رغبات عائلتك ربما شاركت أيضاً في الكثير من المشاريع ولكن ترقتها غير منتهية اثنان لا تستطيع اتخاذ موقف فيما يتعلق بالسياسة والدين قد تكون معرفة موقفك في المواضيع السياسية والدينية أمراً محيناً لك تشكيل رأي في السياسة قد يتطلب جهداً كاملاً بشكل خاص لأن مجال السياسة يتغير طوال الوقت قد تتبع رأي عائلتك قد تتبع رأياً لأنه عصري أو ربما لم تفكر في هذه المواضيع على الإطلاق عندما تقدم رأياً سياسياً أو دينياً قد تواجه أشخاص يتحدون ما تقوله أو تؤمن به في هذا السيناليو قد تعتقد أنه من الأسهل أن لا يكون لديك رأي على الإطلاق أو أن تظل صامتاً فكر للحظة في الناس في المناظرات هؤلاء الأشخاص ملتزمون بما يرون أنه جانبهم من الحقيقة وسيدافعون عنه بغض النظر عما إذا كان يراه الآخرون صواباً أو خطأاً إذا كنت ملتزماً برأي ما قد تكون أقل خوفاً من التعرض للتحدي بسبب غياب ثقتك بنفسك تفضل الحفاظ على علاقاتك السطحية تضمن العلاقات الحميمة محادثات عميقة تدم فيها مشاركة الأحلام والشغف والأهداف والمخاوف وبسبب هذا قد تعاني من الخوف من الألفة وفي كل مرة تسلح الفرصة لها ترغب في الهرب إذا ابتعدت عن العلاقات الحميمية تتألف مجموعة أصدقائك من أشخاص يمكنك التسكع أو الاحتفال معهم ولكن ليس من أشخاص يمكنك التحدث إليهم حول مشكلة قطيرة في حياتك أو هدف مهم لديك قد يؤدي وجود أزمة هوية إلى الإفراط في التفكير قد تفرط في التفكير في الأمور قبل اتخاذ قرار لأنك تخشى من انتقاء الخيار الخاطئ وعلى الأرجح أنك تفرط في التفكير في الأمور بعد اتخاذ قرار أيضا تخيل أنك قضيت ساعات تتساءل عما إذا كان اختيار تخصص في التاريخ هو الطريق الصحيح لك بعد عملية مضنية قررت اختياره الآن تجد نفسك في الكلية تتساءل مرارا وتكرارا عما إذا كان ذلك هو القرار الصحيح قد يؤدي الإفراط في التفكير حول قرار إلى إقصاء فرص التعلم التي يمكنك الاستفادة منها إذا عشت لحظتك وهو ربما عملية مرهقة وثقيلة عليك إذا كنت تعاني من ذلك في الغالب فإنك قد تدفعه إلى الحد الذي يؤدي إلى تشوش الدماغ البديل الإيجابي هو طلب نصيحة شخص آخر بديل آخر هو تخصيص فترة محددة من الوقت للتفكير في قرارك قد لا تتمتع بحس قوي بالهوية ولكن لا يمكن لأي أحد أن يقول إنك لاستمرنا يمكنك تحويل أرائك بشكل جدري لمنح الآخرين ما يردون على سبيل المثال في الأمس كنت ضد معاطف الفروة ولكن ظهر زميلك في العمل اليوم مرتديا واحدا لذلك غيرت رأيك قد تضح أولوية لإرضاء الآخرين وتجنب المواجهات على قيامك الخاصة ستة لا تعرف ما تشعر به فيما يتعلق بأدوار الزكري والأنثى قد تكون غير متأكد من ما يعني أن تكون جنسا معينا ربما شعرت بأنك مجبر على اتباع أدوار الجنسين النمطية وقررت مواكبة توقعات والديك عنك أو رؤية المجتمع لما يجب أن تكون علي أدوار الرجال والنساء قد تجدين نفسك في الدور التقليدي النمطي للمرأة كربة منزل ربما هذا هو حلمك ربما هذا ما يجعلك بائسة بعض الرجال غير راضين عن دور العائل ويريدون إيجاد السعادة كأب ملازم للمنزل الجميع مختلفون والسعادة مختلفة بحسب مفهوم كل شخص التفكير في موقفك المتعلق بأدوار الرجل والمرأة هو جزء مهم من معرفة هويتك والوضع الذي تشعر فيه براحة أكبر سبعة لا تحب أن يسألك الناس عن نفسك عندما يطرح عليك أحد الأشخاص سؤالا محددا عن نفسك تشعر بعدم الارتياح وهذا أمر طبيعي إذا كنت تكافح للالتزام بقيمة أو هدف ويسألك شخص عنه فإنه يصلت ضوءا ساطعا على شعورك بعدم الأمان يمكنك تطوير أساليب لتفادي هذه المواقف تغيير الموضوع عندما تصبح المحادثة جدية أو التقليل من جدية الموقف بقول نقطة أو إعطاء إجابة قصيرة قبل إعادة طرح السؤال على الشخص الذي سألك أو مجرد الاتفاق مع رأي الشخص حولك ثمانية تغير شخصيتك وفقا للبيئة حولك في لحظة قد تستمتع بغيات هيفي متل مع أصدقائك عشاق موسيقى الروك وفي اللحظة التالية أنت تنتقد موسيقى هيفي متل مع أصدقائك الآخرين الذين يحبون موسيقى البوف إذا كانت لديك علامة أزمة الهوية هذه فإنك ستغير شخصيتك لتناسب أي موقف تتواجد فيه قد تكون شخصا هادئا ورابط الجأش في دائلة عائلتك ولكنك تحتاج إلى أن تكون مركز الاهتمام عندما تتواجد في مجموعة كبيرة إذا لم يكن حسك بنفسك هو ما يقودك فإن بيئتك هي التي ستقودك وهذا سيجعلك أكثر عرضة لضغط الرفاق مقارنة بالآخرين من الممكن أن تقدم نفسك للآخرين كشخص مسلي وسهل التعامل معه ومرن لكن في أعماقك قد تشعر بشكل كبير بغياب الثقة في نفسك قد يجعلك العيش مع نعدام الثقة في خوف من أن يتم كشفك خائفا من أن يراك الناس كشخص مزيف أو شخص غير مفسير للإتمام قد يؤثر هذا الحكم القاسع على شخصيتك سلبا من ناحية احترامك لذاتك وقد يؤدي إلى الشعور بالخزية وقد تمنعك هذه المشاعر من التحدث عن تحديات هويتك عرضا مع الآخرين عشرة تشعر بالتعب الجسدي والعاطفي طرح أسئلة على نفسك حول هويتك هو عملية صعبة ومرهقة إذا كنت تركز على اكتشاف هويتك ولكن كانت العملية مليئة بقلق فمن المحتمل أن تعاني من بعض الاعتلالات الجسدية أيضا هناك رابط مباشر بين التوطر وصحتنا الجسدية عندما يحاول دماغنا العمل بشكل إضافي للعثور على إجابات لبعض أكبر أسئلة الحياة فإنه قد يضع جسمنا في حالة طوارئ ويفعل استجابة المواجهة أو الهروب أو التجمد حتى إذا كنت بأمان تام قد يفسر دماغك أزمة الهوية كوضع خطير ويستجيب من خلال إعدادك للخطر قد يؤدي ذلك إلى زيادة الشد العضلي وألام العضلات وإقاع قلب أسرع وارتعاش الجسم وبمجرد أن يدرك الدماغ أنك لست في خطر قد تشعر بالإرهاق وتعاني من تعب شديد ومستويات طاقة منخفضة وتشوش في الدماغ إذا كنت تعتقد أن لديك بعض هذه العلامات لا تقلق العثور على هدفك وهويتك هي عملية تستغرق بعض الوقت حتى إذا كنت لا ترى الأشياء بوضوحة فلديك بالفعل حدث حول ما تريد القيام به ومن تريد أن تكون خذ العملية في خطوات صغيرة لتفادي إجهاد نفسك وحاول أن تظهر تعاطفا مع نفسك لا تقارن مسيرتك بمسيرة أي شخص آخر قد يعرف الآخرون ما يريدونه بالفعل ولكن الجميع بحاجة إلى السير في طريقهم الخاص هل تعرف أي علامات أخرى حول أزمة الهوية تنتبه إليها؟ إذا كانت إجابتك هي نعم أخبرنا في التعليقات ولا تنسى نقرأ على اشتراك لتبقى على الجانب المشرقي من الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر